أهلا بكم مقاعد الدراسة هي المكان الطبيعي للأطفال معنا قد يجهله من يشتغلون في أعمال لا تتنسب مع أعمارهم عمالة الأطفال ظاهرة تسلب الطفولة وتهدم المستقبل وتعد من أبرز معيقات التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية حسب منظمة العمل الدولية ووفق لآخر المعطيات الصادرة عن المنظمة فإن أكثر من 218 مليون طفل يشتغلون حول العالم والمغرب ليس بمنأ عن هذا الإشكال فحسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط فمن بين أكثر من 7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة فإن 247 ألف طفل هم في حالة شغل وتسجل المندوبية 162 ألف طفل يزاولون أعمال خطيرة لا سيما في قطاع البناء والأشغال العمومية وفي إطار المجهودات المتواصلة لحد من انتشار هذه الظاهرة تم التوقيع شهر المنصرم على اتفاقيات شراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني وجمعيات ناشطة في مجلي محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل وبناء على هذه الاتفاقيات جرى تقديم دعم يقدر بـ 400 مليون سنتيم لـ 11 جمعية تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال وثمان جمعيات تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل هذه الاتفاقيات تهدف إلى انتشار الأطفال من أماكن العمل ومنع تشغيلهم في الأعمال الخطيرة إلى جانب القيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال الجمعيات الناشطة في حقل محاربة تشغيل الأطفال تقول إن مبادرات الحكومة ليست كافية أمام تزايد عدد الأطفال العاملين كما عبرت عن استيائها مما جاء في بعض القوانين التي تنظم قطع تشغيل من بين هذه القوانين قانون العمال المنزليين الذي دخل حيز التنفيذ قبل سنة تقريبا إذ نص على فترة انتقالية من خمس سنوات يسمح فيها بتشغيل الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في العمالة المنزلية شريطة حصولهم على إذن من أولياء أمورهم وقد وجه هذا القانون انتقادات واسعة من قبل الناشطين في مجال حماية الطفولة رغم ما تضمنه من نقاط إيجابية